سامعكم منذ قليل انتهت مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الإسباني الأولمبي في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2014 لنتجارة كمعارفينها انهزام المنتخب المغربي بهدفين لهدف واحد لصالح المنتخب الإسباني صراحتان كانت تلسة ديال النقاط أساسية تسببات في هزيمة المنتخب الوطني المغربي هالتلسة ديال النقاط أنا كنت خايف منها قبل ما يبدأ الماتش مباشرة عرفت أنه اللعبو سبانيا كنقول يا ربي يا ربي يا ربي طريق سكيتوي ما يرجعش للور يا ربي يلعب لعب هجومي يا ربي ما يماركيش بيت ويرجع للور ومع الأسف الشديد ديكش اللي قبلته مع رأسي هو اللي كان شوفه قدامي في المباراة خصوصا 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 في الشوط التاني اللي الرجوع دياله ما كانش عنده أي داعي بالمرة يعني قاسه قدرى بيديه قدرى بيديه قدرى في الدين كنقول نا ري سكيتوي وشنو كي يدير الرجوع إلى الوراء واعطاء المنتخب الاسباني مساحة لللاعب وتبادل الكورات رأس صافي كتحكم على رأسك بالخصارة قبل ما تلاعب الميطات ديالتك معروفة هذا هو اللعب ديال المنتخب الاسباني منذ سنوات المنتخب الاسباني باش تخضي عليه خاصك تضغط عليه في النصف دياله ما تخليش يلعب الكورة ديالتو اللي كيعرف لها اللي هي التمريرات القصيرة حتى يدخل الكارير وبهذا الطريقة مركب لنا يعني شوفوا راها التاكتيكرا هو اللي مركب لنا ومركب لمنتخبات خرا باهداف مشابهة تبقى ويدورو بك حتى الكارير تقطق هم وصلو للك الحارس المرمى مخشو لك بيش بيوتات قريبا من نفس الطريقة وكنقول لكم اه يعني دو كانت تخيل انا كنقول يعني طريق سكيتوي شنو هاي ديال حشو ما قاع يعني الاسلوب دياللاعب المنتخب الاسباني معروف وليك يزيد فقسك انه انت عندك كل الامكانيات باش انك تضغط على المنتخب الاسباني عندك لعيبين مهاريين عندك لعيبين سراع عندك اجنحة اللي خطيرين كل وكي لعبوا بيناتهم زوين وكي لعبوا كورة ارضية زوينة تبادل في الكورة كل الظروف ملائمة انك تضغط على المنتخب الاسباني فالنص فرياله من الملعب كانت تفاجئوا انه المنتخب المغربية راجعوا له واش خلعكم اسمية ديالاسبانيا واش خلعكم اسمية ديالاسبانيا انا كنشوف اللعابة قادرين انه معطف التيران سكيتيوي شو كيدور في الراس ديال الله واعلم تتراجع اللور كاتقول اسبانيا هاكي كورة ديال اللي يبغيتي بها الديفونس ديالنا غادي خرجوا كواري غايخرجوا كواري حتى عيو ولكن ضروري غادي وقعوا اخطاء رهم غير بشر ماشي اه الات غادي خرجوا لك اه اه اربعة خمسة ستا عشر ديال الكواري كورة واحدة ما قداش تخرجها وقع خطاء سوء في التفاهم بين بين ديفونس او تمارك عليك بيت وعلاش كنت كتسمح في هات السيناريو وقع لك علاش ما تضغط شاي علاش تمارك البيت ديال التعادل وعاد بنكن اللا راح نخصنا نخصنا اللعب بكورة ديالتنا لعبنا واحد شوية كورة ديالتنا عشاني شوية شوية لعبنا واحد عشر دقائق ربع ساعة دقيقة تمانين وقبل منها يمكن هو مدرد ديال ديال اسبانيا دارت لسة ديالتغييرات انت مدر في شتا تغييرات وهذه من النقاط ثلاثة اللي سجلت على اسكيتوي بعد دقيقة خمسة وثمانين تاعات فقتل التغييرات وكنت دار في الدماغ ديالك انك صافي غادي الاشواط الايضافية كنت باري باري لها وانت مازان عندك ربع ساعة ولا اكتر ماذا؟ 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 مات بنيتك هاد الماتش هادا اسبانيا ما لعباتش فيها كوران نهائيا هدي ما شو مستوى ديال المنتخب اسباني ممكن انه يروس الى فينال يقول عن جدارة واستحقاق ولكن استغل نقاط الضعف ديالك والاخطاء ديالتك في تدبير المباراة تا ماركة هادا تخرج منتصر وشابول اسبان كيش بني انا المنتخبات اللي كتستاغل هاد نقاط اه الضعف اللي كتكون في الخوصون دياله ومن بين نقاط الضعف اللي شفتاناش هو المدرب نفسه ما احترامي اللي اه طارق سكيتيوي كا اطار وطني ولكن انا شف طارق سكيتيوي في هذا الماتش ضعيف 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 مع الاسف الشديد اه كي قلت كي قلت ما يبقاش فيك الحال الا ما عندك امكانات امكانياتك محدودة اللاعبين ديالك محدودين ولكن يكون عندك هذا الزخام وهاد العناصر المحترفة اللي عندها في رجليها وخبعد الاسماء اليوم ما كانتش في نهارها ما كانتش في نهارها بحال ابن صغير بحال الزلزولي اللي تعطعت لي هم يعني اوامر انه هم ما يطلعوش بالزعب وعلاج الزلزوليش غدير بيه في الفرنس انه يجري في الكلور دياله ويشارك معك دفاعيا ولكنه وراه وراه موهاجم ما خصكش تبقى حاطه اكتر مربع ساعة ومتخشي حدك في الديفونس مع الديفونس نكشبش كنشوف المستوى دياله ما كانش هو بعد عناصر تبارك الله كانت رائعة جدا وغايز وقايزة وغدين هنروح لها بززاف لان المكانة ديالتها صراحة واضحة في المنتخب الاول ولكن عندنا المشكيل ديال المدربة مدربة ومشي فاهمة فاش منكم معاكم يعني منصف هاد المشكيل هاد ديال الخوف وديال رهباليكة تجتاح المدرب الوطني في مباريات مصرية بحال هذي غير طريق سكي تقول بزاف ديال اسماء مدربين المغاربة يوصلوا إلى مرحلة حاسمة عوض بانهم يكونوا جرئين في الاختيارات ديالهم وفي خططهم وطريقة اللاعب ديالهم يحاولوا انهم يعني اشان اقول ليك يعني يسجلوا هدف وكلهم يرجعوا الله باركة الاخر غير ذاك الهدف على نمط مورينيو المدربين المعروفين باللاعب الدفاع الدفاعي اكثر من الهجوم اينما عندك العناصر قادرة انا تماركي بيت وجوجه ثلاثة وربعة هلأس ما تخدمش بيوم تخدم بيوم في الهجوم هذا مشكل انا ممكن وقع لديه عقلية المدرب المغربي عقلية المغربي عقلية ممكن خوافة شوية خوافة مباراية مصيرية بحالة دي ممكن تكونش وهذه القضية دي راح تعد ريقراقي ريقراقي تقريب برا نفس نفس الطريقة المباراة ضد اسبانيا في المونديال كنا دفاعيين اكثر من اللازم ولولا الحب لولا الحب مكناش غنيمشيوا لضربات الجزاء مع اسبانيا في المونديال بينما عندك عناصر قادرة انها تلعبت لها لحظ ماشي دائما سيكون بالصفة ديالك لحظ ماشي دائما سيكون معاك مبارايات مصيرية بحالة دي باش تخرج بواحد الزائرات اقول اوه انا لقد اللي اللي خدمت به هو اللي اعطان نتيجة و انا اتنوصح انا هو اللي على حق اه هالشي الناس التقنيين ممكن انهم يتدولوا بناتهم داخل الجامعة و الناس المحيطة يعني لضائرين بالجامعة الملكية و الصحفيين كلا اه يضروا على المشكلة للمدرب المغربي واجحنا في المنتخبات ديالنا مثل الاول اه اولمبي درجة اقل اولمبي مهم المنتخب الاول واش سنرجعه المدرب الاجنبي ولا لا لانا هو ما تشاهد لجيينك ارى اه في ديالكاس العالم و ديالكوب دافخيك ما تشاهد لعب مبارايات مصيرية مصيرية اذا ما تتعولش على نفس السيناريو دي القطر انه تتكرر في اه الولادة المتحدة الامريكية عفين وستة عشرين هذا واحد النقاش مفتوح انا كنشوف الى الرجالك يبقى هاد العقلية اللي كي لعب معنا دابة حاليا في المباراية السهلة بين الجانب الهجومي دياله لهم كان عاية ثلاثة اربعة خمسة انفواد اللعبوه مع منتخب مع الصف الاول هاد السمية ديالتو اه خطة دفاعية بينما عنده كل الطاقة وكل الامكانيات وكل كل شيء متوفر لدى اللاعبين انهم يكونوا هم المتحكمين بالمباراة وماذا يديرون المباراة ومع ذلك ما كنمشيوش هاد الاسلوب ما كنمشيوش هاد النهج وهاد طريقة في اللاعب اه دابة اللي اعطاه الله اتمنى انه هادي درس يتضاف الدروس اخرى اخفقنا في اه اه اخدناها واخفقنا فيها الماتشات الجاية في هاد الحجم هذا بغيانا يكون اسم المغريب كيلعب اه في المباراة ماشي بشكل دفاع بغيانا يكون كيلعب بهجومة تكون ماركة ربعة اما تلعب لي اغاحت الاسم خالع كراسمح لي اطار وطني تدير منتخب حجم المنتخب اولمبي وصير درب الفراق صير درب المنتخبات السينية الاقل نكون معكم صارح لانه المنتخب الوطني المغريب هو ملك للجميع وانحنا محقنا اننا نتاقض ونهضروا فيه بمنتهى الحرية لانه احنا نتعصبه احنا نتضرره نفسيا نشوف المباراة ديال الترتيب اذا احنا مع فرنسا واترجعوا الكلام ديالي را ممكن غادل الى 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 الترتيب مع فرنسا اخلوا عندكم كلام ديالي را ممكن طريق سكيتوية شكرا عبدو بفرنسا فرنسا ونشوفكم على خير شكرا